المغرب 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 الدرجة في جيمي السلام درجة كادات مع الفتاة درجة مع الشابات وفي الأخر كانت مع الكبيرة وعطت المغرب الكثير بمقبرة الرحمة بمدينة الدار البيضاء كان الحجد كبيرا من وجوه رياضية وفنية الكل جاء لإلقاء نظرة الوداع على السيدة أعطت الشيء الكثير لألعاب القوى الوطنية وكذلك للعمل الجمعوي كما كانت فاعلة بفريق الوداد الرياضي البيضاوي والكثيرون الذين عايشوا الفقيدة يشهدون لها بحسن الخلق والتفاني في خدمة الرياضة المغربية شاءت الأقدار البرح باش ندوز نشوفها في المصحة وتسمحت معها وجبدنا بعض الدكريات لأنه مزيادة على الإجزاء الرياضية كانت واحدة فاعلة جمعوية كبيرة وكانت عند الطموح بزاف الفقيدة فاطمة عوام كانت من معلمة من المعالم الرياضة الوطنية وادت الشيء الكثير على المستوى الرياضة التي كانت بطلة فيها هي ألعاب القوى وكذا على المستوى فريق الوداد الرياضي حيث أشرفت على الفريق النسوي بفرع كرة القدم بهذه المناسبة جينا باش نشاركوا هذي الناس هذو أحزانهم ونمثلوا فريق الوداد في هذه الجنازة هذه مكانة الفقيدة كان لها وزن كبير بالعائلة الصغيرة والكبيرة لذلك فحرقة الفراق كانت قوية وبادية على الجميع الكل أكد أن رحيل فاطمة عوام خسارة للجميع ومن الصعب ملء المكان الذي خلفه رحيلها افتقدنا الأخت فاطمة ونفتقدوها لأنه مكانتها في داخل العائلة الكبيرة ديالها العائلة الرياضية اللي كانت تامي لها احنا كلنا عائلة كبرنا بعدنا لما جيت الألعاب القوى كانت فاطمة بارك الله في الأوج دي العطاء ديالها يعني كل ما عطته الألعاب القوى المغربية وكذلك الرياضة المغربية شيء عظيم اللي قد يتكلم عنها لأنه كذلك وديدات الله يخليهم والله ينجحهم يعني صعب بس الفراق الإنسان في واحد الوقت واجيز حل طارث من الدينة من الله إلى رجعنا هذه قدرة الله وهذه المشيئة وكلنا عنه وصله يعني لذلك المحل بغاها ربي ردها ربي الأجل المحتوم يضع نقطة النهاية لحياة فاطمة عوام الإنسان والبطلة التي تركت رصيدا مهما بمضمار أم الألعاب من خلال مشاركتها في أكثر من 300 منافسة دولية فازت خلالها بثلاث ميداليات في الألعاب العربية بالدار البيضاء سنة 85 تسعمائة وألف وتوجت بطرة إفريقيا بميداليتين ذهبيتين بعنابة سنة 88 تسعمائة وألف وفازت بميداليتين ذهبيتين خلال الألعاب الفرانكوفونية التي أقيمت بالدار البيضاء سنة 89 تسعمائة وألف وكانت أول عربية وإفريقية تحطم الرقم القياسي في مسافة الماء إلى المزدوج لكن القدر شاء أن تلاقي فاطمة عوام ربها يوم السابع والعشرين من شهر دجمبر 2014 فاركة أربعة أبناء ورصيد تاريخي من العطاء الرياضي رحم الله الفقيدة وإن لله وإنا إليه راجعون